صحيفة عقاض خلال ثلاثة عقود من حكم الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح استطاع ان يؤسس دولة عميقة ومنظومة فساد واسعة وشبكة معقدة من اللوبيات المالية والعسكرية والسياسية والقبلية ما الخطة الاستراتيجية التي يحرص عليها فخامة الرئيس عبدالرب منصر هادي للتعامل مع اليمن الجديد الرئيس اولا بالنسبة للدولة العميقة في صنعاء ليست من زمن علي عبدالله صالح فهي من زمن الامام ولم يعتمد اي تشريع لثورة السادس والعشرين من سبتمبر واليمن تحتاج الى خمسة قطاعات الماء والكهرباء الصحة التربية والتعليم والطرق وما زلنا نشكو منها حتى اليوم وحين تمت الوحدة وضعت في الدستور بعض البنود على ان تنجز المشاريع المهمة ولكنها لم تنجز لان الشعب نفسه مبني على القبلية ومتأخر هو نفسه سبعون عاما اقاض الى متى الرئيس في الجنوب كنا اثنتين وعشرين سلطنة وولاية اتخذت الحكومة البريطانية قرارا بانهاء الثأر القبلية انهينا كل شيء من قتل احدا كان يهرب الى الشمال والثار لا يزال في الشمال حتى اليوم من يقتل في الشارع بسبب الثأر الدولة لا تتدخل اقاض تربطكم علاقة بالمملكة العربية السعودية خصوصا بخادم الحرمين الشريفين كيف تصف فخامة الرئيس هذه العلاقة ارق علاقة موجودة وقوية جدا منذ نصبت رئيسا اما ايام علي عبدالله صالح فكان هناك ابتزاز سياسي يعتمد على تجارة السلاح يبيع ويشتري ويبتز بنسبة مئة بالمئة عقاب يدور حديث عن ان ثروة علي عبدالله صالح تتجاوز اموال اليمن وانها موجودة في عشرين دولة ما صحة ذلك الرئيس ما قيل عن ذلك غير دقيق هذه ليست اموالا هو يأخذ من التجار والمناقصات والهدايا ويعطونه اياها لكن الاموال التي يكسبها من غسيل الاموال عبر اليمن من الطيران اربع مليارات دولار استلفوا خمسة ملايين دولار واربع مليارات اموال منهوبة عقاب كيف هي علاقتكم بحزب التجمع والاصلاح وانتم تعرفون انه قام بحملات وقت هجوم الحوثي وعلي عبدالله صالح داخل صنعاء خصوصا على مستوى النقابات وتحريك الشارع ومحاولات حزب التجمع والاصلاح عبر رموزه اخوانة الدولة هل كان ذلك ظاهرا لك الرئيس وقتها كنت الامينة العام لحزب المؤتمر الشعبي العام والنائب الاول لعلي عبدالله صالح ولم يكن حزب الاصلاح لديه القدرة ان يصل الى هذا صحيح ان لديهم قدرة ولكن عندما ارتبطوا بالاشتراكيين وحزب البعث العراقي وحزب البعث السوري والحزب الناصري تشكلوا وكان حينها علي عبدالله صالح سمح بالانتخابات وهم لديهم اموال والشعب اليمني فقير فمن يعطى من الشعب خمسين او حتى عشر الف ريال يصوت له عقاب فخامت الرئيس هل كنت متنبها لهذه الرؤوس وعملهم نحو اخوانة الدولة حين تسلمت الرئاسة هل ارسلت لهم تحذيرا الرئيس لا لم ارسل لهم اي شيء اتفقنا نحن واياهم عقاب تقصد الاتفاقية المعلنة التي كانت مع كل التيارات الرئيس الاتفاقية التي اخرجت اليمن من الحرب نحو حكم ديمقراطي رشيد اتفقنا بعد وساطات وصدر قرار الامم المتحدة واتفقنا انا والارياني من المؤتمر وياسين سعيد نعمان وعبدالوهاب الانسي من الاشتراك والاصلاح سألنا انفسنا سؤالا هل يتم تغيير الحكم وكانت هنا كنية لتغييره يريدونه من بيت الاحمر في سنحان او في حاشد وجلس احمد علي عبدالله وحميد الاحمر وبعد ثلاث جلسات خالى حميد الاحمر ان نائب الرئيس لابد ان تكون شركات النفط من صلاحياته عقاب اي ان هناك طمعا في الجانب الاقتصادي الرئيس هذا رفضه احمد علي عقاب كيف علاقتك بحميد الاحمر وهل لا تزال مستمرة الرئيس العلاقة مقطوعة بيننا الان لانه ضد مخرجات الحوار الوطنية من الاساس عقاب يقال ان المخلوع صالح حاول الاتصال بك عبر اكثر من وسيط يناشدك التحدث مع السعودية لوقف الحرب بعد انطلاق عاصفة الحزم وتشكل التحالف العربية ما مدى صحة هذه المعلومات الرئيس لا لم يحدث اي اتصال عقاب الوساطة العمانية اين وصلت الرئيس ليست هناك وساطة ام تقصد من جانب الامريكان ولم افكر فيها عقاب لم يحاول الوسيط العماني مرات عدة وكذلك الامريكان الرئيس كالعادة مجرد مناشدات لوقف اطلاق النار والعودة الى طاولة الحوار كون الامريكان متبنين المبادرة الخليجية اوكاظ هل كان الامريكان يجاملون الحوثي الرئيس ليس بالضبط من كان يجامل الحوثي هم البريطانيون والفرنسيون وهم من ضغط علينا كي يدخل الحوثي في الحوار مع ان الحوثي اصلا لم يكن مؤترفا بالمبادرة الخليجية ولا بالحوار وعندها قام علي عبدالله صالح وستة عشر عضوا من اعضاء مجلس النواب بمراسلة ايران لكي تصلح بينه وبين الحوثي ويكون في صفه وهو كفيل بافشال الحوار لان هدف ايران اذا نجحت المبادرة الخليجية في اليمن يعتبر ان دول الخليج اصبح كل نفوذها في اليمن يجب ان لا ينسحف صاحب هذه المبادرة تكلمت مع مبعوث الامم المتحدة ان ايران ضد المبادرة الخليجية وان ايران تعمل كذا وان علي عبدالله صالح ارسل ستة عشر اضوى مجلس نواب الى ايران لاقناع الحوثي بان يكون في صفه اتصلوا بحسن نصر الله في لبنان فقال لهم لا اتضح ان علي عبدالله صالح يعمل من جانب والحوثي من جانب اخر وهدفهم ان لا ينجح الحوار بعدها اتخذت جملة من القرارات عبر تحريك القيادات العسكرية صنعاء نفسها مقسمة الى مربعات نتقاتل ليلا ونهارا اتخذت قرارات في الوقت نفسه لاستعادة حالة الهوية لكن رؤساء الاحزاب اغلقوا هواتفهم ظن منهم انني نويت الرحيل في حوالي الساعة العاشرة ريلا دعوت سفراء دول الخليج وامريكا وبريطانيا وقلت لهم غدا قبل حلول الساعة الرابعة لا بد ان يصدر قرار من مجلس الامن يؤيد قرارات الرئيس اليمني بشأن القوات المسلحة لانه ليس لدي جيش ولا امن عقاب يعني تحمي نفسك بقرارات دولية الرئيس نعم استدعيت السفير السعودي وابلغته بان يتصل بالزيان ويخبره بانه في الساعة الرابعة اريد قرارا من مجلس التعاون الخليجي يؤيدني لاني انا افعل المبادرة الخليجية وقلت سابقا للملك عبدالله بن عبدالعزيز انني اواجه صراعا من جانب ايران في زيارتي له بعد الانتخابات مباشرة وجلست معه رحمة الله عليه جلسة خاصة بحذور الامير سعود الفيصل رحمه الله وسألته لماذا لم تفعل المبادرة الخليجية حتى الان وانه اذا لم تفعل فسوف ندخل في صراع وحرب اهلية وان ايران تريد لليمن ان يدخل في هذه الحرب واوضحت له الموقف في اليمن واطمع ايران في فرض نفوذها عليه وانها لا تهتم بان تصبح دولة نووية بقدر اهتمامها بالهيمنة على المنطقة ومعروف ان ايران لديها استراتيجية وتريد ان تدخل اليمن في حرب اهلية للوصول الى باب المندب والسيطرة على المنافذ البحرية رد الملك عبدالله قائلا اسمع يا سعود الفيصل هذا الكلام اقوله لك من عشرين سنة اسمع هذا هو الصح نحن سندعمه وسندعم المبادرة الخليجية لازم تنجح وبالفعل دعمتنا الدول الخمس ومجلس الامر والجامعة العربية وجاء بانكيمون في زيارة الى صنعاء الوقوف على الالية التنفيذية للمبادرة الخليجية باعتبار ان الالية تعطي كل الصلاحيات للرئيس حتى ولو اتخذ قرارا خارج الدستور او اذا اختلف رئيس مجلس النواب والاعضاء يكون الحل بيد الرئيس عقاب فخامة الرئيس كم حاولة اغتيال تعرضت لها الرئيس اربع مرات غير المرة الاخيرة التي كانت في عدن واحداها عام 1999 كان عندي احتفال في شبوة اتصل بي علي عبدالله صالح وقال خذ معك فلان وفلان عددا من القيادات تأخرنا في المطار نحو ساعة من وصول الحفل وحدث انفجار قبل وصولنا عقاب ومعنى ذلك انه كان يدبر للاغتيال الرئيس نعم عقاب هل كان التأخير متعمدا الرئيس لا لم يكن متعمدا عقاب سيادة الرئيس يقول العميد متقاعد محسن خصروف ان عمران سقطت بخيانات وصنعاء سلمت بخيانات وظلت الحرب على ابواب المدينة من مارس 2014 واستمرت حتى سقوط اللواء واستشهاد القائد قشيبي هل كنت تعلم بالخيانة والتواطئ من بعض رجالات الجيش او قوى الامن الرئيس لا انا اعرف ان تركيبة الجيش 99% من القبائل التي حول صنعاء عقاب حاشد وبكيل الرئيس حاشد وبكيل اعرف ان علي عبدالله صالح في الستة الحروب مع الحوثيين كلها كذب الستة الحروب عقاب الستة الحروب كذب الرئيس كذب بالنسبة لعلي عبدالله صالح اما بالنسبة لعلي محسن لا كان يرسل عشر قاطرات ذخائر لعلي محسن ويرسل اثنتين عشرة قاطرة لعبد الملك الحوثي عقاب يمد باليمين واليسار الرئيس نعم حين يرى احدهم سيهزم يوقف الحرب الان توجد ثمانية الوية ثمانية معسكرات داخل صعدة تأتمر بامر عبدالله الملك الحوثي منذ 2011 طلبت منه اللواء التاسع في 2013 لتحريكه الى المنطقة الواقعة بين البيضاء وردع عقاب رفض الرئيس لم يرفض لكن كل الالوية عنده حتى الالوية الاربعة التي هزمت رفض تحريكها عقاب هل عبدالله الحوثي حي؟ الرئيس موجود حي وهذه الالوية الاربعة سلمت سلاحها لعبد الملك الحوثي مع مئة وعشرين دبابة واربع كتائب مدفعية بكل عتادها وفي العام 2011 عندما قامت الثورة جمع علي عبدالله الصالح الالوية الثمانية الموجودة في صعدة من فوق الجبال للمعسكرات وابلغهم ان يأتمرون بامر عبد الملك الحوثي وإلى اليوم موجود الالوية الثمانية داخل صعدة عقاب تعينكم لعلي محسن الاحمر هل هو فعلا تمهيدا لمعركة صنعاء؟ الرئيس تمهيد لكل شيء عقاب بمعنى تعينه قائدا للميدان الرئيس علي محسن علاقة معه كبيرة وهو يفهم اصحابه واصحابه يفهمون وهناك ثلاثة يحكمون اليمن الشيخ عبدالله الاحمر وعلي عبدالله صالح وعلي محسن الاحمر وفي العام 2011 تخلى علي محسن عن علي عبدالله صالح وانضم لاصحاب الساحة شباب الثورة عقاب وطر الى المملكة الرئيس جاء الى المملكة حينما دخل الحوثي صنعاء وكنت قد قابلت الملك عبدالله بن عبدالعزيز في رمضان قبل الماضي حينما كان الحوثيون على مشارف عمران وقلت للملك عبدالله حينها انهم على شفى عمران وغدا سيأخذونها لقد اتفق الحوثيون والمجلس المحلي وحزب مؤتمر عمران على الانقلاب ووقعوا على ان لا يؤذي احدهم الاخر ولم تعد هناك اي مؤسسة حكومية ولا امن مركزي ولا اللواء العسكري المتمركز في المحافظة واكدت للملك عبدالله ان عمران ستسقط في ذلك الوقت وبسقوطها ستسقط صنعاء لان القادة الحوثيين والقبليين يؤمنون بان قتل القبيلي لاخيه القبيلي في تلك المناطق حرام ومقاتلتهم للالوية العسكرية بكل تشكيلاتها جائز عقاب هل تعتقد ان ماركة صنعاء ستطول الرئيس الحقيقة الشرفاء من العسكريين لم يتربوا على النهب والسرقة ونعول عليهم كثيرا وهم يدركون اهمية نظرية نابليون في الحصار والتطويق ولهذا فنحن نسير على النظرية نفسها وتمت السيطرة على ميلي التي كانت بيد الحوثيين وحينما نستعيد تعز والحديدة ستسقط الصنعاء عقاب تعز الان لم تسقط الرئيس لا توجد قوة عسكرية فيها حينما كنت في عدن طوال الاشهر الثلاثة الماضية دربنا ثمانية الاف شاب مقاتل ومن تعز الفين وامرت ببناء معسكر لهم بين محافظتي لحج وتعز لتدريب ثلاثة الاف من ابناء تعز عقاب الا توجد عربات سعودية من دول التحارف ام دتم بها الرئيس بلى والمملكة تمدنا والامارات اعدتنا حوالي مئة وخمسين عربة سابقا موزعة على بعض الالوية العسكرية ونحن طلبنا الدخول في المعركة برا لكنهم رفضوا ومنحونا مراقبين جويين يساعدوننا في عدن بالضرب بالطيران وهذا كان محل حديثي مع الشيخ محمد بن زايد الذي دار حول طبيعة التدخل وابلغته بانني طلبت تدخلا لا دعما بالطيران فقط عقاب هل انت على تواصل مستمر مع ولي ولي العهد وزير الدفاع الامير محمد بن سلمان الرئيس نعم على تواصل ممتاز مع الامير محمد بن سلمان ويقدم الدعم والمساندة والشهامة ولولا عاصفة الحزم لسقط اليمن في اربعة ايام واصبحت اليمن ايرانية وهذا الكلام قلته في الفين واثني عشر للملك عبدالله اذا لم نتفق نحن وانتم والامريكان وندك الدبابات والمدفعية والالوية التي استولى عليها الحوثي وكانت بيد الاحمر فسيأتي يوم ويدخل الحوثي صنعا وستستقبله صنعا اما فيما يخص المنطقة الرابعة في عدن التي تشرف على خمس محافظات عدن وتعز ولحز وابين والضالة استولى عليها الحوثي في اربع وعشرين ساعة عقاض ولكن السلاح في كل مكان في اليمن الرئيس السلاح منتشر في اليمن وهناك سبعة وعشرون لواء جميعهم بهدي علي عبدالله صالح عقاض كيف ترد على مقولة علي صالح من يحكم اليمن يجب ان يجيد الرقص على رؤوس الافاعي هل هذا صحيح؟ الرئيس هذا بالنسبة له لم يترك احدا بسبب مؤامراته وخياناته والجميع عنده اعداء ولذا لم يقف احد في صفه من الشرفاء عقاض من هم الشركاء غير الحوثي والمخروع في اسقاط صنعاء وخيانة الجيش الرئيس سقوط صنعاء اللاعب الاساسي فيه علي عبدالله صالح واولاده وهم من يقف وراء التحالف مع الحوثيين اتفقوا على عشر نقاط ابرزها ان يكون عبد الملك الحوثي المرجع الديني لليمن وان يكون احمد علي عبدالله صالح المرجع السياسي واغتيالي كرئيس للدولة حتى تنتهي المبادرة الخليجية واعتماد التجربة الايرانية كمرجع للحكم في اليمن على ان تدعم ايران الاقتصاد اليمنى عقاض كيف توصلتم الى هذه النقاط الرئيس جاء احد مستشاري من الحوثيين وجلس عند مسئول الامن القومي ونسي هاتفه لكن مسئول الامن القومي سلم الهاتف لغرفة العمليات المشتركة بيننا وبين السعوديين والامريكان عقاض ماذا وجدتم فيه الرئيس تمكننا من فك الشفرة والتوصل الى الاتفاقية بين المخلوع والحوثي والمكونة من عشر نقاط اتصلت بعبد الملك الحوثي وابلغته بالنقاط التي اتفق عليها مع كل من علي عبدالله صالح واحمد الكحلاني وعارف الزوكا ودويد ومن طرفه علي الحاكم ومحمد المشاط ومحمد علي الحوثي قلت الذي كتبته انت والمخلوع لن ينفذ والتجربة الايرانية الاثنى عشرية لن تطبق في اليمن رد علي من قال لك نحن نتبع المذهب الزيدي اجبته اذا كنت زيديا انشئ لك جامعة زيدية لتدريس المنهي الزيدي المعتدل على بين كجامعة الايمان في صنعاء والاحقى في حضرموت والشريعة في الحديدة ونتعايز سلميا اما ان يكون لديك 1600 طالب يدرسون في قم وتقول انك تنتهج الزيدية فهذا كذب على الشعب عقاب كم عدد افراد حزب الله اللبناني المشاركين مع الحوثي في المعارك خصوصا ان قناة العربية نقلت اخيرا تكريرا عن وجود خبراء يدربون الانقلابيين ويديرون المعركة الرئيس هم موجودون منذ زمن وعددهم قليل عقاب وبالنسبة للايرانيين خصوصا انه قتل اخيرا اثنان منهم الرئيس نعم قتل اثنان وكان لدينا ستة معتقلين ايرانيين قدموا لتركيب مصنع ساروخ جراد مداه سبعون كيلو متر ضبط في حاوية مخفيا وسط العاب اطفال واتضح من الكاذلوج انه مصدر الى صعدة عقاب كم عدد المحتجزين الان من ايران وحزب الله الرئيس الحوثيون اطلقوهم بعد السيطرة على صنعاء ولم يعد لدينا احد عقاب ولكنكم اعلنتم ضبط خلية مخابرات ايرانية في 2013 في صنعاء هل يمكن ان تضعن في الصورة لطبيعة مهمتها الرئيس كان عميل مخابرات يحمل الجنسية السورية وهو ايراني واعطوه جواز سفر لبنانية دخل اليمن كرجل اعمال قبل حوالي 12 عاما لكن الاستخبارات في مكافحة الارهاب المشتركة بيننا والامريكان كشفت وجود مراسلات تصدر من صنعاء القديمة الى ارتيريا والصومال وجيبوتي واثيوبيا وتعز ايضا ودار الشك في تنظيم القاعدة حددوا لنا البيت بالجي بي اس وتمكننا من اعتقاله ووجدناه في وكره وهو عبارة عن غرفة عمليات يديرها لأكثر من عشر سنوات لمصلحة ايران وضبطنا معه اوراقه الثبوتية من جوازات سفر ايرانية وسورية ولبنانية وما يثبت انه ايراني الاصل واعتقلنا عقبها ستة اخرين كانوا يجرون مكالمات مع احد اصدقائهم في مصر حول تجهيز مقر لمصنع للسواريخ ضبط في عدن قبل ستة اشهر واتضح من المكالمات ان ترتيبات سفرهم ستتم عبر مطار الحديدة رصدهم الامن القومي وقبض عليهم في الطائرة مع الجهاز وبتعاون من شيخ يمني مع انهم ايرانيون وتم نقلهم الى صنعاء الايرانيون مهمتهم التدريب عقاب هل كانت هناك وساطات للافراج عنهم الرئيس وردتني رسالة من حسن نصر الله في عام 2014 يستوضح فيها عن امر الستة المسجونين وتعهد بان لا تتكرر مرة اخرى مبررا وجودهم في اليمن بانهم ارسلوا ليدربوا اخوانهم في صعدة على اثاليب الحكم ولن يقوموا باي تخريب عقاب وماذا عملت الرئيس بالطبع رفضت ولم اصدق ما يقول عقاب هل صحيح ان هناك علاقة بين جهاز الامن القومية الذي اسسه المخلوع وتنظيم القاعدة وداعش الرئيس نعم ومنذ زمن في العام 2011 طلب مني علي عبدالله صالح ان اقف معه ولا اهتم بمن في مجلس الدفاع وقال نحن سنضرب اصحاب الساحة شباب الثورة معنا احد عشر لواء مدفعية وندك مقر الفرقة وساقول اتفقنا انا والنائب رفضت ذلك لكنه رد قائلا ستندم وبعد يومين عندما حضرت لدار الرئاسة وجدته يضحك ويبادر بالقول ألم تعلم ان ابيان سقطت بيد القاعدة استغرفت حديثة وسألته اين الالوية العسكرية المرابطة في المحافظة وعين الامن المركزي في جعار اجاب انسحبوا للمعسكرات غدرت انا على يقين ان محافظة ابيان سلمت للقاعدة التي هي مجرد مسمى يردت للتلفزيون وظل المخلوع يحرض ما يسمى بتنظيم القاعدة على القتل ويدفع لهم مرتبات حتى وقعت حادثة مسجد الرئاسة وكنت منعازلا في منزلي عقاب لماذا لم تستهدف المخلوع حتى الان خصوصا انه يوجد رجالات للمقاومة والجيش الوطني وحتى التحرف العربي الرئيس نحرص على حياة المدنيين عقاب هل ناقشتم مع الملك سلمان انضمام اليمن الى مجلس التعاون الخليجي مستقبلا الرئيس وافق على شرط دون الحوثيين وعلي عبدالله صالح عقاب كيف تتعامل مع الحركة الانفصالية في الجنوب الرئيس هم يطالبون بان يكون هناك انفصال مرتب والواقع يظهر ان هناك عملة موحدة وعلما موحد ودولة واحدة لكن عندما تكون بالاقاليم دولة اتحادية ستنجع عقاب هل تتوقع بناء دولة اتحادية يمنية في المستقبل الرئيس على اربعة او خمسة او حتى ستة اقاليم لكن حتى الان ربما تكون ثلاثة اقاليم ودون دولة اتحادية لا يمكن قيام نظام في اليمن او تطويره عقاب اعلامكم ضعيف لماذا؟ الرئيس لان الكثيرين لم تتضح لهم الرؤية حتى الان عقاب فخامة الرئيس لابد ان يكون الصوت الاعلامي في اليمن قويا وهناك كفاءات اعلامية يمنية من المفترض ان يستفاد منها في تجرية الرؤية للإعلاميين اليمنيين خصوصا من زملائهم وبني جلدتهم الذين يعملون في وسائل الاعلام السعودية وغيرها الرئيس كان اي اعلامي في اهد علي عبدالله صالح يوجه انتقادا له او يتحدث في السياسة يسجنه ليس ذلك فحسب بل يبتزه بصور خليعة حتى يضمن عدم تكرار ما حدث عقاب ايران محاصرة من دخول اليمن برا وبحرا وجوا كيف توصل السلاح للداخل الرئيس هي تستغل سفن الصيادين العادية للدخول الى اليمن عبر الساحل البحري بين المكلة والغيظة واليمن تمتلك ساحلا كبيرا يمتد على طول 2600 كيلو متر وكنت قد طلبت من الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله ان يمدنا بقاعدتين بحريتين لحمايتنا كي نتغلب على الكثير من الاشكاليات التي تواجهنا وغالبيته تستهلف امننا وامن المملكة فعملية تهريب السلاح او المخدرات هدفها النيل من الشباب اليمني والسعودي وهو ما تسعى ايران لتدميره عبر البوابة البحرية عقاب هل هناك توجه مستقبلي لانشاء قواعد عسكرية سعودية او خليجية او حتى عربية بعد انتهاء الحرب في اليمن الرئيس ممكن ذلك نحن وانتم جسد واحد وايران في مرحلة الاعداد تجهز جيشا يصل قوامه الى 3.700.000 شخص والله اعطاكم اليمن ثروا بشرية ولديهم استعداد ليكونوا عساكر ولدينا الان 6 ملايين شاب تتراوح اعمارهم ما بين الخامس عشر وثمان وعشرين سنة جاهزون ليتم تدريب مليون منهم للاستفادة منهم من خلال التعاقد مع مليون شاب لمدة اربع سنوات ثم يتم تسريحهم ويتم التعاقد مع مليون اخر وهكذا كما كانت تفعل بريطانيا في الجنوب يمكن ان تستفيدوا من هذه التجربة وتضع هؤلاء الشباب على الحدود الجنوبية لمنع تهريب السلاح والمخدرات عقاض هل يوجد خلاف بينك وبين نائبك رئيس الوزراء خالد بحاه الرئيس لا خلاف بيننا هناك خلاف في الرؤية فقط والظرف يحتم علينا ان نكون معا وقد اخترته لهذه المهمة وعص الله ان يوفقه عقاض لماذا لم تعاود دول الخليج العربية فتح سفاراتها في العاصمة المؤقتة عدن بعد تحريرها الرئيس نظرا للظروف الامنية من الصعب ان يتم الطلب من الدول العربية او الخليجية معاودة فتح سفاراتها في الوقت الحالية عقاض هل القاعدة موجودة فعليا في المكلة الرئيس نعم عقاض وماذا عن داعش الرئيس وداعش موجود يتحدثون عن وجود داعش لكن الموجود على الارض داعش التي يديرها علي عبدالله صالح عقاض لو اتصل بك علي عبدالله صالح او ارسل احدا اليك طالبا وساطتك للخروج من اليمن او الاستثلام ماذا سيكون ردك الرئيس انا موافق على خروجه من اليمن وسابقا قدمت مقترحا وقلت لا يمكن ان تنجح المبادرة الخليجية الا اذا خرج علي عبدالله صالح ومن ضمن ما طرحته خروجه الى المغرب لعامين حتى نستفتي على الدستور ونجري انتخابات برلمانية ورئاسية عقاض متى تتوقع اول انتخابات رئاسية لليمن الرئيس بعد نهاية الانقلاب وعندما ينهزم الحوث وصالح عقاض بعدها مستعد لتسليم السلطة الرئيس وقتها مستعد لتسليم السلطة ولكن بعد تنفيذ المبادرة الخليجية يليها الاستفتاء على الدستور وسيتم اولا اجراء انتخابات في المحافظات على المستوى المحلي والمركزي في يوم واحد كما حدث في السودان واثيوبيا عقاض كيف علاقتكم بجيبوتي الرئيس ممتاز جدا عقاض كم المساحة التي تسيطر عليها الشرعية في اليمن الان الرئيس نسيطر على اكثر من 85% من مساحة اليمن عقاض ما هو اول قرار سيتخذه الرئيس عبد الرب منصر هادي اذا حررت صنعا الرئيس اول قرار ساتخذه سادعو لاجتماع لجنة الهيئة الوطنية لمناقشة مسودة الدستور وكانت قد شكلت لجنة من 85% شخصية من كل اليمن لمراجعة المسودة الاولى وحينها ستوزع على الشعب للمراجعة تليها عملية الاستفتاء على الدستور ثم الانتخابة وسأسلم اليمن للرئيس المنتخب ولن ارشح نفسي لاي انتخابات وسأكون مشرفا عقاض لكل ظالم نحاية كيف ترى نهاية علي عبدالله صالح يقتل ينتحر يقولون ان لديه الان مشكلات سيكيولوجية الرئيس صاحب الحروق من الدرجة الثانية بحسب الاطباء الامريكان سيظل يعاني من امرين اما ان يكون متوترا باستمرار حتى مع اولاده او يكون بليدا وشارد الذهن اوكال ونهاية الحوثي كيف تراها الرئيس ستأتي نهايتهم كلهم اوكال هل هناك دول غربية تتغاضى عن الميليشيا الانقلابية غير الروس الرئيس اظهر الروس موقفا مؤيدا للشرعية ولتنفيذ القرار الدولي 22-16 من خلال لقاء وزير خارجيتنا مع نظيره الروسي اخيرا واكدوا انهم ضد الحوثي وعلي عبدالله صالح اوكال من الان يمسك بزمام الامور في اليمن الرئيس زمام الامور موزع بين الرئيس الشرعي والملك سلمان ودول مجلس التعاون الخليجي اوكال والمبعوث الاممي الرئيس لا اوكال ما دور والد الشيخ اسماعيل الرئيس لم يقدم شيئا اوكال قيل ان المبعوث السابق جمال بن عمر كان حوثيا اكثر من الحوثيين الرئيس هو الذي فرض الحوثي للدخول في الحوار لان الحوثي لم يوقع على المبادرة الخليجية ولم يعترض بالقرارات الاممية وعطاه بن عمر اكثر من اي حزب موجود في الحوار عقاض هل انت واثق من الرجال الذين حولك الرئيس باذن الله عقاض هناك تقارير تتحدث عن ان المصالح تحكمهم الرئيس المصالح كثيرة بعضهم تحكمهم المصالح وبعضهم القبلية عقاض هل تشعر اليوم انك اقوى من اي وقت قد مضى الرئيس نعم اقوى بعاصفة الحزم عقاض لماذا يقال ان الرئيس هادي قوته في هدوئه الرئيس لاني عسكري عقاض لكنهم يقولون انك تعاني من مشكلة الانعزالية في الحكم الرئيس وما المطلوب هل مطلوب مني ان اتكلم مع الناس اذا فشى سري انتهيت عقاض كيف علاقتكم بشباب الثورة الرئيس ممتازة جدا عقاض هل هم على تواصل معك الرئيس على تواصل معهم ونفذت كل طلباتهم عقاض والان العلاقة مستمرة الرئيس نعم عقاض احد اليمنيين حملني سؤالا لفخامتكم متى ستعود الرياضة الى اليمن الرئيس حينما يوجد الامن والاستقرار كل شيء سيعود عقاض التحالف العربي في 320 يوما ماذا حقق؟ الرئيس حقق الامن والاستقرار لدول الخليج لان ايران اذا كانت سيطرت على اليمن فان دول التحالف ستكون تحت نظر ايران والتحالف نجح وعاصفة الحزم ارعبتهم عقاض بعض السفراء التابعين لعلي عبدالله صالح لماذا لم يتم تغيرهم؟ الرئيس كنت في صنعاء نتناقش مع الاحزاب وكل حزب يريد سفيرا يمثله والقانون يمنحني تعيين عشرين والباقون الثمانين من السلك الدبلوماسي والاحزاب ترفض هذا الشيء وهناك ثمانية عشر سفيرا يتبع لهم في مصر وتركيا واليابان ودول اخرى عقاض فخامة الرئيس من الذي اخرجك من صنعاء الى عدن؟ الرئيس هذا لم اقوله عقاض ارجوك الرئيس هناك اشياء كثيرة وهناك ناس لا يزالون داخل صنعاء عقاض من من وزرائك حتى الان في المعتقل؟ الرئيس تمكن من الافراج عن وزيرين فيما لا يزال وزير الدفاع وشقيق مسؤول الامن السياسي في محافظة عدن ولحج في المعتقل عقاض السفارة الموجودة في صنعاء هل لديكم موقف منها؟ الرئيس لا عقاض الفترة القادمة ستعقد القمة العربية ماذا ستقول؟ الرئيس لكل مقام مقال عقاض هل توجد زيارة قريبة لأي بلد اخر؟ الرئيس ربما الى الكويت وقطر والامارات عقاض هل تخشى الاغتيال؟ الرئيس على الاطلاق لم اخشى حتى في عدن لانني تعرضت الاغتيال اكثر من مرة انا اول من قاد معركة ضد الشمال في عام 1972 وكنت قائد محور في محافظة الضالة وفي حرب 1972 قدت المعركة ضد شمال في كاريش وانا قائد محور ايضا اقاض من وعدكم باعادة اعمار اليمن غير الدول الخليجية؟ سمعت ان هناك دول اخرى الرئيس لدينا وعود ونفكر في مؤتمر لاعادة اعمار اليمن وسيعقد في الامم المتحدة واتفقت مع البريطانيين لانهم يشرفون على الملف الاقتصادية اليمنية عقاض ما رسالتك كرئيس الى جنود قوات التحالف من دول الخليج وغيرها الذين استشهدوا من اجل اليمن؟ الرئيس نترحم على كل الشهداء في اليمن والسعودية والبحرين والامارات ونتمنى شفاء العاجل للجرحى واقول لهم ان تضحياتهم في اليمن هي تضحيات للجزيرة العربية وليس طلبا لان بعض الناس يقولون لماذا يذهبون الى اليمن؟ اذا سقطت اليمن سقطت الجزيرة العربية عقاض متى تتخلى عن هدوئك ولا تجامل بعض القيادات التي لها علاقة بالمخلوع علي عبدالله صالح الرئيس عندما اشعر من كلامك انه يؤثر على استراتيجيتي لا اقبله لكن اذا الكلام عادي فانا لدي ايمان في الحظ يساعد القائد بنسبة 45% والباقية 55% على شطارته وقوته واذا اتخذت القرار على 55% فانت متسرع واذا لم تتخذ القرار على 56% فانت متردد عقاض ماذا تقول لحسن نطر الله بعد ان ادرجت السعودية مجموعة من اعوانه على القوائم الارهابية؟ الرئيس اقول له كن عربيا قبل ان تكون ايرانيا وان الذي يفكر فيه هو الايرانيون لن يصل اليه العالم تطور عقاض عدد من اليمنيين في الضحية الجنوبية في بيروت يخرجون على قنوات حزب الله وقنوات ايرانية هل تعلم عنهم شيئا خصوصا انهم تدربوا في الاعلام الايراني؟ الرئيس توجد اربع قنوات تبث ليلا ونهارا المسيرة العالم المنار والميادين وطالبنا الايرانيين بايقاف تلك التدخلات عقاض كيف علمتم بعملية تهريب السلاح عبر السفينتين جيهان واحد واثنين؟ الرئيس تمكن من ضبط السفينة جيهان بعد ان تمت مراقبة اتصالات لاحد ابناء صعدة الذين ذهبوا الى ايران بهدف التهريب وترك في احد المنازل بمدينة قريبة من الجزيرة الايرانية التي يتم فيها الشحن والتهريب وابلغ في الاتصال اقاربه بانه محتجز في منزل بعد ان سلب منه حتى هاتفه الخلوي تتبع الامريكان هذا الاتصال وتمت مراقبة عملية الشحن لوحظ ان السفينة يتم شحنها بالسلاح وتلحيم اجزائها ويعزل السلاح عن مادة الديزل التي وضعت اعلى السفينة للتمويه وعندما ابلغنا بان هناك سفينة تحشد السلاحة في طريقها الى اليمن بالقرب من عمان توجهنا بقوات من مكافحة الارهاب وتمت ملاحقتها بالزوارق وكان على متنها ثمانون شخصا على انها متجهة لليمن وكان هذا عام 2014 وهما السفينتان جيهان واحد وجيهان اثنين عقاض لماذا لم يضبطها العمانيون الرئيس ضبطها العمانيون ونقلوها الى منطقة المسيلة في حضرموت التقينا في مؤتمر القمة العربية انا ذاك في الكويت وذكرت وزير خارجية عمان يوسف العلوي وقلت له نحن والامريكان متابعون للسفينة وهي محملة بالسلاح واذا رجعت الى ايران فانتم شركاء في تهريب السلاح عقاض كيف علاقتكم مع العمانيين الرئيس طيبة عقاض هل تشعر بانهم يميلون الى الحوثي الرئيس لا لا يميلون بل هم يحاولون تقريب وجهة النظر عقاض تقصد التوافق الرئيس حينما لم تقدم الامم المتحدة شيئا سواء سفن السلاح او غيرها طلب مني ان تكون عمان وسيطا بين اليمن وايران بحيث نطلب عبرهم توقف ايران عن تدخلاتها في الشأن اليمني ارسلت مسؤولا وادعوت مدير مكتب السلطان قابوس الى صنعاء بغرض عقد لقاء بين مسؤول الامن القومي الايراني ونظيره في بلادنا وطرحت عليه الادلة بما فيها المحتجزون الايرانيون ومصنع الصواريخ والسلاح المضبوط وشددت على المسؤول الذي كلفته بعرض تلك الادلة على شكل نقاط دون الخوض في اي حديث اخر الا ان المسؤول الايراني طلب مغادرة الوسيط العماني وقال لمبعوثنا لا يمكن ان يعيش الانسان بلا اكسوجين الثورة الايرانية هي اكسوجين الشعوب المستضعفة وكانت هذه الجملة نهاية الاجتماع اوكاد هل تواصل معك الايرانيون بشكل مباشر او عبر وسطا الرئيس هم متورطون بالسلاح والسفن ولم نتحدث مع بعض اشتركوا في القناة